يزمنا ناقش والتفاصيل وانا عندي نهارين اقترحت. نعم. نبدأ ناقشو. بالنسبة لي مهم جدا. آآ اللي سعى به. اوكي. تونس عملت حاجة اللي باقيت في ادراج مجلس نواب الشعب. مم. طيلة عديد السنوات. وكان هناك فيتو داخل تونسي. من اطراف سياسية. ضد اقرار. ليس فقط تسترت تجريم التطبيع بل ايضا القانون تجريم التطبيع. مم. وهذه حاجات عشت هنا خنقول ساعات من داخل السلطة. مش فقط من كمحلل نشوف. كان فما اطراف حتى داخل الترويك. في فترة من الفترات. في الفين وانتاش وفين وانتاش. كانت ضد موضوع التطبيع. فما لحسابات خاصة بالهوية الفكرية الخلفية السياسية اشتراكية دولية. الاخير ما نشو ندخل في التفاصيل. فما في علاقة بالجانب المقبولية الدولية. بالنسبة لسلام السياسي مقبولية الدولية. قال كان بالعكس نجم زيت حاجة اخرى. السلام السياسي التونسي مش هذي كيف كيف نرجع له نقاش هذي. السلام السياسي مش قلب واحد. هو قوالب. هو التوجهات. هي كما قلنا حتى داخل حماس تلقى محاور وتجاهات. نفس الشيء لسلام السياسي التونسي في فترة ما? ومزال كذي ما هو رئيسي هو المقبولية الدولية. وذك السهم في تعطيل تجريم قانون قانون تجريم التطبيع. قانون تجريم التطبيع تترح اكثر من من مرة في مشاريع ولم يسمح بسبب الاغلبية اللي كانت موجودة ان يناقش حتى في اللجنة. ان يناقش. كنا نشبه نربح مبارشة وقت. اه. واخر مرة تطرح كان من الكتلة الديمقراطية اه اللي فيها التيار وحركة الشعب. ايه. في اخر برلمان. الفين وعشرين. برلمان السابق. الفين وعشرين. الفين وعشرين ايضا ايه. الفين وتسعتاش الفين وعشرين. نسيت وقتاش. حطوه في مكتب الضبط. وطلعت عليه. نتذكر شفته وقتها. اذا تعطل اكثر من مرة. وتاوه اخيرا به. خطر اما بعد هذيه يقول اه انتم النهار كله تخرنوا. تحبوا. ايه هابش نعديوه. بسيب يا انو يتعدى قانون من. اه. اه. يكرمشة واحدة. لحظة بركة الربحش والهواء. بتعمليش خايفة. بش شوية. بش شوية. بش شوية. بش شوية. المختلفات هذية دار ورية. اللي واحد من الناس. يعني من اللي بديت نعف السياسة سيدي. حركة تلماذية اول نشاط سياسي عملته في حياتي. هو في انتفاضة الحجارة في اللي سي وقفنا اللي سي. في الزهرة. مو عم قليل ويني وقفوا اللي سي الزهر. واقفناه انتفاضة الحجارة. اول نشاط في الجيمعة عملته في تس عفريل. مجزرة الحرام الوبراهيمي. الجيمعة ما كنش فيها مسيرات. عملنا مسيرة وكذا وتحدينا القمع الامني وتستيرها. موضوع التطبيع ما نحكيش. ماذاك حاجة يا لور لا ما كلينا عليه سباطة والولد في الحبس لث سنين وتستيرها. يعني موضوع هذي بالنسبة لينا مهم وحبيمي خانقو. عليه شو مش من زاوية عاطفية. هني بش نجي تاوى للترانزيسيون. المقاومة تاوى اللي نحكيو عليها. محور المقاومة. انا شكولت من نهار الوليني بتاع سبع اكتوبر. نحنا نتعاملوا مع مقاومة عقلانية وناضجة. عقلانية وناضجة معتها تعمل في عمل مسلح. عمل متاع الضعيف ضد القوي. ها? لكن الضعيف اللي قاعد يتملك اكثر واكثر في وسائل القوة. لكنها عقلانية وناضجة عليش خاطر تحدد اهداف اللي قادرة انها تنفذها. وقادرة انه بعد ما تنفذها تنتقل للمستوى اخر. جزء من المعركة هذية هو قدرتك على تحقيق الاهداف. مهم. هل مشروع هذية المشروع هذا. ممش موضوع تجريم التطبيع. مجال تجريم التطبيع يلزم وكذا ونظرنا. ممثل في النسخة هذية تحكي على النسخة هذي. انا شوف في ناس تقول تجريم التطبيع كلك شنوة? مش دخلني في حيط على مستوى دولي. الريضو يا خاطر. وقت في شواني نشبت لسمية هه. طب بالكف. وقتا وليه خاطر. موضوعها دائما انا ملعبش فيه. اللي بشي حاول يزايد هكا شوية وقتا دوروها امور اخر. باي? دوروها امور اخر عملي احي سياسية. انا توا كي نقرأ الفصل الثاني هو الفصل الرئيسي. اش يقول الفصل الثاني? وليانا يظهر لي تعمل في اقل الاشياء انا بالنسبة لي تعملها العجل وتعمل بشكل مجدي. يقول هاي الاشكالية متاعي في القانون هذي. في الفصل هذي كيفاش تعمل في السياغة متاعها? التواصل او الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عارضية او متواترة بشكل مباشر او بوساطة من قبل الاشخاص طبيعيين او المعنوين من ذويات جنسية تونسية مع كل الاشخاص الطبيعيين والمعنوين الذين ينتمون الكيان السهوني افرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطينية الداخل. تعرف هاداش يعني يا ابنتي. ماذا يعني? كنحب ونطبقوها. اه. عمليا خطر هي امور فضفاذة خنفسروا كيفاش عمليا هي مشكلة. يلزم تونس تنسى حب تاوة من الامم من تحت. تنسى حب اليونسكو. تنسى حب من كل منظمات الدولية اللي نتقاسموا فيها على مستوى خطر هذيكا بشكل غير مباشر زاد. وبوساطة. انتي نبيل عمار تاو مزلكي كان في الامم المتحدة. حاضر بوساطة مؤسسة الامم المتحدة مع سفير اسرائيل في الامم المتحدة. ما فهمشي حدا كثر منك. ما عندكش. هداية متاعه. وهنا جوجوان معناها سامي. انك بتعمل حاجة اللي اتعوم التطبيع تعاومه. عطا تردو برسك كل شيء. الى درجة مبعد يجي نقولو ايه بان هاو كل شيء هذي. مانش موش نعملوه. ملوش تبقوه. دوك تعرف. هاوك عملنا قانون. سجلنا به سياسيا النقطة. اما عمليا بان مش عارب كمش نقبل انا. اه ممكن تبقوه اذا كان انا عندي مشكلة مع افلين. ركزت معا هك شوية افلين. امور ايش. 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 انتي مش مشيت احذرت في ندوه. يقول لك يا انا اخوي مشيت احذرت عايتولي ماذا للمان ولا عايتولي. البريزيليين. مشيت احذرت في ندوه على الجغرافيا ولا على الاي تي وكده. هاو فما واحد حاضر معاك في الندوه مشارك معناها منقدم مداخلة. انا في بليش انا جيت حاضر من قدمت مداخلتي. في الاجتماع هذه وفي الندوه هذه قد نعرفش يكون مقدم ندوه. هدايا هالتدقيق هدايا هو الضروري لامكانية التطبيق. كما بتعملش تدقيق يعني كما يهمكش في التطبيق. انا هذي مشكلتي في الوقت اللي نسمعت لهنا جاء اه ترشونة. يوسف ترشونة ايه. وقت اللي جاء قال لنا رو بش نستدعاه وللاستماع كل الاطراف التالية. اه. الاستماع دا كشون? مشرورة فيك وتتخط الوطن السياق. انا عطيت الاطار العام وده بيندقق ولا هي اجهزة الدولة ولا هي الاطراف غير الحكومية البيدياس اللي عندها تجربة في الواحد. الى اخيري مشو نطبق. هنا يعني يولي المشكلة. وقتها تولي كي نعوم ما هو تطبيع مقاومته تولي بريسك مستحيلة. انا طوى في نفس الوقت نحب نقول زادة اللي هذية يخلي موضوع هذية في حد ذاته. كي انه تعرف يولي عنده طابعة مكروهية. انا كي نقرأ. خاطر عنا قوانين. مش مش اول دولة. بالتدقيق وعملوا نقاشات مطولة في مجلس النواب العراقي. خاطر عملوا بعض الاستثلاءات بما فيها زيارات الدينية وكذا وصار عليها نقاشات كاملة. وامريكا ديار عملت بيان رسمي. مزارة الخارجين امريكية ردا على القانون. هذيما نجمش يكون في الجلسة العام من هار لسنين يا طارق. لبنان من عام خمسة وخمسين عملوا القانون. من عام خمسة وخمسين. وطالب ديار اه نواب في البرلمان اللبناني انهم يحاينوه اكثر من مرة. الليبيا مزارة وكي عملوا تحيين عنده اكثر اسابيع قليلة. عملوا تحيين للقانون القديم متاع تجريب التطبيع. فما الدولة تقول لك ليه? نحنا متحلفين معها. انا كنت نسمع. نائب رئيس البرلمان الجزائري. امم. في تصريح لاذاعة زميلة. قال لهم نحنا في الجزائر. لا لا. لا نحتاجوا الى قانون تجريب التطبيع. في هاو جيرك. قال لك ما. عليش زعمة. رأي خانونتش نفه من عليش الجزائر. اللي منتصورش كينهم عطا تبيع. طيب الاكس. هما شدينها في تركينة عظم. اشهرها كيفاش تستقبلوا الاماراتيين وكذا. هاو هما قال لك. نحنا ما حاشتنش بقانون. مش معانتها نعمل كيفو. مش معانتها نعمل كيفو. اما نخزر للناس اللي اخرش عاملت. وكل واحد من زاويته. الكويت مثلا شدت براتيك موه القانون بتاع لبنان خرجوه لكويت. نعمل المشروع تمت المسادقة عليه. عملت تدقيق وتحيين من زاوية ايضا كويتية. وركزوا على مقاطعة البضاعة والشركات. عبر بشكل مباشر عن طريق وسطات. خطر عندهم المشكلة هذيكة في الكويت. انا الهنية. عندي بعض المشاكل الواضح. المفروض يزب ننطلق منها. منها خاني نقول انا من هنا انا فهمة نقطة يزب ننطلق منها. اللي هي تمثل مشكلة. عندي مواطنين توانسا عندهم جنسية اسرائيلية يشاركوا في الحرب ضد ضد المقاومة. عندي اشكال هذي. يزب نحلوا. نلقا له حل. لهنا ها ونمسوا الحاجات مباشرة. عندي شركات متاع عاجين غذائي ولا هو ما غير ما نقول اسماء. عندها اتفاقات. ويستهل كلها في موادها في اللي طلقت تمشي تدخل المجازان وشوف تتصاور هكاية مع انت في في الاراضي المحتلة تلقى الانواع هذي. كيفش مستطلغات. عليش عندي انا وزارة التجارة تخرج لي انا او الواحد المنظمة التجارية العالمية تخرج لي عندي كذب وبدلات تجارية مع اسرائيل كيفش سايرة هذي. نمشي لشكالات هذيكة ونحلها. اي. عندي بعض الناس تمشي لاسرائيل بش تشارك ولا تنشر كتب. ايه. عنا رواقي ما كده هاونا عاملين له ترجمة ونا نشر كتاب في اسرائيل. نشوف هالمشكلة هذي. نشوف المواضيع هذي بشكل محدد بناء على التجارة بالمقارنة. ووقتها نتسمع اشتركوا في القناة